اكد سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدولية رئيس مجلس امناء مركز البحرين لدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ان مشروع ايران للهيمنة والتوسع ودور قطر التخريبي وتدخلها في شؤون الدول الداخلية وارتفاع وطيرة الارهاب تمثل ابرز التحديات الامنية التي تواجه منطقة الخليج واكد دكتور الشيخ عبدالله بن احمد خليفة في كلمته خلال افتتاح منتدى افريقيا للامن في دورته التاسعة ان ايران تحاول وضع عقبة في طريق مسيرة الاصلاح الناجحة في مملكة البحرين من خلال الاصولية الدينية الموالية لها وخلايا الارهاب التي يتم تدريبها في معسكرات الحرس الثوري واضاف الشيخ عبدالله بن احمد ان المشروع الايراني التوسعي الذي يقوله نظام ولاية الفقيه الراعي الاول للاصولية الدينية المتشددة التي تقترن بوسائل غير مشروعة ينتهك كافة الاعراف والقوانين الدولية مبينا ان ايران تنفذ برنامجا واضحا لاختراق الدول وهو ما يعرف بحروب الجيل الجديد عبر انخراطها في عمليات واسعة النطاق لتصدير الثورة عبر انشاء وتمويل الميليشيات والاحزاب الارهابية وتزويدها بالاسلحة وبث الاعلام الموجه واشدد شيخ عبدالله بن احمد على ان خطر ايران لا يمكن فقط في منعها من امتلاك السلاح النووي انما يتعلق بدورها في صناعة وتمويل ورعاية الارهاب الى جانب نشاطها في تطوير الصواريخ الباليستية وتهديدها للامن البحري وامدادات الطاقة من خلال التلويح مرارا باغلاق مضيق هرموس الى جانب تهديد الميليشيات الحوثية بعرقلة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب ان استمرار دول رعي للارهاب في المنطقة ومنها ايران وقطر في تقويض الامن في منطقة الخليج ومنطقة الشرق الوسط والتدخل في الشؤون الداخلية ودعم وتمويل ميليشيات الجماعات الارهابية لهو امر مرفوض وتواجدنا اليوم في منطقة الامن الذي نظمه مركز المغربي لدراسات استراتيجية ومن خلال تواجد هذه المنصة التي يشارك فيها نخبة من المختصين والخبراء والاكاديميون في المجال الامن ومكافة الرهاب لهو دلالة على اجمعهم باهمية مكافحة هذه التصرفات التي تخلوا بامن الدول وتغوض من امنهم ترجمة نانسي قنقر